السلام عليكم ورحمة الله انا سيارة ربا يحييكم في هذا الدرس سوف اشرح عن optional في الميثود يعني انت لو كانت ميثود اسمها sum plus 3 معناته هذه الميثود اي رقم ترسلها له ترسلها ال x وال y تعيد لك x زائد y زائد 3 اما درسلتها فقط ال x تعيد لك x plus 3 اذا حتى تحل هذه المشكلة يجب ان يكون لديك شيء اسمه optional يعني انا بعض الحالات انا هذه الحالة ارسلت لك ايش ارسلت لك قيمة x 4 وال y 7 لكن مرة ثانية او يتفاقد ارسل لك ال x و ارسل لك ال y سوف يعترض ال function لا تقبلها لماذا لانها ال y يحتاج برامتر يجب ان يكون لها قيمة بما ان ال x لا قيمة ال y لا قيمة فتقول انه هذا optional كيف تقول لها optional يعني optional لكم ممكن استخدمه وممكن ما استخدمه تقول ليساوي انه صفر يعني ال optional يعني default body الخاصة بي صفر يعني اذا مررت لقيمة يأخذ القيمة التي مررتها له اذا لم امرر لقيمة فهو by default صفر يعني انا لو استدعت هذا ارسلت اربعة و سبعة سوف تكون ال x اربعة وال y سبعة ويجمع عكس y ازاعد من اثنين ازاعد سابعة يعد لقيمة واذا اعكس نفتر الان انظر ارسلت اربعة و سبعة الان ال x اربعة وال y سبعة انا سوف اعيد لك x plus y plus 3 جيد لو ترى ال r هو هاي شكله اربعة و سبعة الان فقط ارسلت لل x ما ارسلت لل y يعني x اصبحت اربعة وال y هي صفر لان لم ارسله بما اني لم ارسل لقيمة سوف اخذ default value التي له صفر فسوف يجمع لك ال x فقط plus y سوف اعيد لك x plus x plus 3 ثم يمعن اربعة زالة ثلاثة السبعة اذا هذه فكرة optional نلتقي في درس اخرى بتفاصيل اكثر ان شاء الله اشتركوا في القناة